اشتركوا في القناة وأرنو بليلي أنا من سبيع ويرتد طرفي حسيرا إليا وتنهال كل همومي علييا وينسد كل طريق لديا وأرنو بليلي أنا من سبيع ويرتد طرفي حسيرا إليا مشاهدين كرام السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تحت المجهر هذه الحلقة هي الثالثة والسبعين من هذا البرنامج المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما فيه خير كما تعلمون جيدا الأحداث تتبعت وتوالت بشكل دراماتيكي في الشام في سوريا في القصير في القنيطرة في حلب في حمص في دمشق في شتى بقاع سوريا حاشد النظام السوري الغاشم الظالم أعوانه وأنصاره من العراقيين ومن الإيرانيين ومن ما يسمى بهتانا وزورا حزب الله هو أولى به أن يسمى حزب الشيطان كذلك الدعم اللوجستي والتأييد الدولي الذي يحظى به من قبل روسيا وكذلك الدعم العسكري الذي يحظى به من قبل روسيا بل حتى تورط الدول ككوريا الشمالية في معاونة النظام الغاشم السوري الجاسم على صدور أخواننا من أهل الشام كل هذه الأحداث التي تلاحقت وتتابعت بشكل دراماتيكي كما قلت ألقت بضلالها على شتى مناحي التفكير الإسلامي وكذلك أخذت حيزا كبيرا من كلام العلماء وتوجيههم لذلك أحبتي بعدما رحبت بكم أود أن أرحب بضياف الكريم وأستعرض معه هذه الأمور أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم مرحبا بكم حياكم الله الله يزاكم بخير ومشاهد الكرام الله يحفظكم مرفع قدركم شيخنا بارك الله فيكم أنا أعلم مدى تألمكم لما يحدث في المشهد السوري من تبعات مؤلمة ومؤذية في ذات الوقت ومدى الضمار الذي شهدتموه وشهده العالم كله ورأيت معكم أكثر من صورة يعني تقسد ذلك وقد تألمتم بكثرة وبشدة لها فإذا أردنا أن نقيم الذي حدث في معركة القصير ونلقي عليه بشيء من التعليق والتحليل فبماذا نقول؟ الحمد لله صلى الله وسلم على سيد المحمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام هناك من يقول أن موضوع القصير أو منطقة القصير أنها منطقة استراتيجية جدا وهي كذلك طبعا هي مفتوحة على عدة مدن نعم ومن الخلف متاخمة للحدود اللبنانية وهذا يعني أن المعارضة سوف تلقى الدعم من إخوانها المؤيدين لها في لبنان المعارضة اللي يجي الحوت تقصد يعني؟ اللبنانيون المعارضون للنظام الغاشم المجرم العميل طبعا نعم نعم كل الأمور الآن خلصها نعم بكل أسف نعم يعني بدي بسأول كلمي أنا أنه هؤلاء هم من الغباء إلى درجة أنهم يظنون أنهم كسبوا سبحانه وهم في طريقهم إلى الخسران وإلى السقوط إذن فضلتكم تميل إلى أن هذه جولة من الجولات أين فلذلك أنا أقول أولا هي هم ما ربحوا هم خسروا والعجيب المضحك أنهم يوزعون الحلوى بمناسبة السيطرة على أمتار في حين لا تزال حوالي 80% من أرض سوريا بيد الجيش الحر والمعارضة نظام فاشل بلغ به الفشل بالرغم من كل ما أوته من ترسانات عسكرية ما كان أحد يتوقع والمراقبون العسكريون والسياسيون يعني حقيقة متعجبون من هذه الترسانة الضخمة جدا التي يمتلكها هذا النظام اللي مفروض أن يكون مثلا يظن أنه عدو لإسرائيل بالله عليكم إسرائيل ترى هذه الترسانة لا تخفى عليه هذه الترسانة أبدا لكن إسرائيل تريدها هؤلاء هذا النظام حارس حامي حما إسرائيل مما لا شكك نرجع منقول توزيع حلوة على عدة أمتار سيطرة عليها مش النظام السوري النظام السوري مفلس خلاص يعني الآن ترفع إيران مش بس إيران إيران ترفع يدها عنه روسيا ترفع يدها الصين ترفع يدها العالم الغربي برمته يرفع يده ما بضاين هالنظام أيام ومثلا مثلا مثلا يعني يقال أيضا سوف يعني سوف يصار إلى حذر الطيران على النظام السوري على الطيران السوري لكن لو بقي الجيش الحل الآن عنده إمكانية وقوة أن يكمل في إجهازه على العشرين بالمئة المتبقية من سوريا سنرجع من الأول مرة ثانية مع ليش توزيع حلوة على أمتار في خلال سنتين وما وليس النظام النظام مع حزب الله مع إيران مع العالم كله مع الطيران مع الترسانة مع إسرائيل ومع ذلك يحتفل به بعدة أمتار أنه كسبها هل هذه بالله عليكم تعتبر ربح إنجاز نصر ليست إنجازا ولا نصرا هي جولة وكم من جولات قد خسرها هذا النظام صحيح كم صحيح كل الأرض باستثناء عشرين بالمئة أو خمسة عشرين إذا بتحبوا نعطيكم خمسة زيادة نعم كلها بيد الجيش الحر المظلوم المدمر سوريا دم سوريا دم ومع ذلك يفخر بأنه سيطر على عدة أمتار أولا نقول لحزب الله هنيئا لكم بالأمتار اللي كسبتوها نعم لكن في مقابل ذلك المليارات اللي صاركن ثلاثين سنة بتدفعوها خداعا للناس وتزويرا للحقائق نعم وتمويها عليهم وإظهارا لهم بأنكم أنتم والمقاومة كلها راحت على الفاضي نعم كشفوا الآن كلها راحت على الفاضي فهل لو أنتم فعلا ناس تفكرون بعقولكم مش بحقدكم ومذهبيتكم وتعصبكم لو فكرتم فعلا للحظات بعقولكم لرأيتم لأيقنتم أنكم في خسارة عظيمة ليس فقط للعالم الإسلام وإنما لشيعاتكم أنتم لبنان الآن يعيش واقع مرير جدا وهناك حقيقة تململ شيعي مما يجري هاشم السلمان وأنا أنادي الإخوة السنيين وأقول لهم والله عيض علينا هاشم السلمان شيعي رئيس حزب الانتماء في لبنان رجل يرى يعني أنه في ظلم كثير شيء مش معقول يعني وصل الأمر بحزب الله إلى إلى أن يفعل هذه الأفعال الإجرامية التي لا يقبلها أن كان عنده ذرة من رحمة لن يقبلها لن يقبلها أبدا قتل قبل أمس عمل مظاهرة سلمية واعتصام عند السرايع تأخذ في سحة الشهداء اعتراضا على ماذا اعتراضا على حلال النظام اللبناني بمؤسساته العسكرية والسياسية والثقافية لبنان بلد حقيقة لبنان بقعة طبعا أنا من لبنان ولا أقولها لأني من لبنان بقعة ومركز استراتيجي كبير جدا ثقافيا إعلاميا فكريا من جميع النواح ملتقة لبنان يعتبر ملتقة ثقافي حضاري إلى آخره لكن ماذا يفعل هؤلاء ماذا فعلوا في لبنان يفعلونه كما يفعل إخوانهم يأجوج مأجوج ما يمر على منطقة إلا وعاثوا فيها فسادا سبحان الله نعم نعم فهذا الرجل يعني رأى أنه فعلا نحن صرنا في واقع مرير أنا ما أدري هل يستعملونها تقية لكن ثق تماما وهذا ما كنت أقوله منذ أن بدأت حلقاتي على هذا المنبر مهما كان عندنا اعتراض أو عدم التقاء بيننا وبين الشيعة يوجد هناك نقاط التقاء كثيرة بيننا وبين عوامهم ليس بيننا وبين مراجعهم السبب كما كنت أقول من قبل وأقوله الآن أنه المذهب الباطل كل ما اقترب الناس منه كانوا على باطل كانوا أفجر نعم وأسوأ وأخبث حالا وكل ما ابتعدوا عنه كانوا أحسن حالا بخلاف المذهب الحق نعم كل ما اقترب الناس منه كانوا أحسن حالا كل ما ابتعدوا عنه كانوا أسوأ حالا ولذلك لا تعجب ناس مثل الرامع الليق في منطقة اسمها يحمر بجنوب لبنان كذلك ثار على الوضع الموجود والرجل كان رجل له قيمته وشعبيته الكبير جدا في لبنان بسبب مواقفه الجيدة حقيقة من إسرائيل والرجل أصيب تعور من قبل قديما له شعبية كبيرة في لبنان والرجل وقف ضد الوضع الموجود الآن في لبنان وكل يوم بيبعتولهن ورقة ورقة هيك دمكم هذر طلعوا من المنطقة وإلا سوف تقتلون وبيحطولهن رصاصة جنب الورقة رصاصة كلا شينكوف جنب الورقة انه طلعوا من البلد ودمكم هذر انتم بأي لحظة لازم تتوقعوا الموت وبيتكلموا عن التكفيريين والتفجيريين ولكن انتم شيعتكم الآن شيعتكم يعيشون تهديد وقتل ورعب وهذر دم شيعتكم دعوكم من السنة شيعتكم يعيشون في رعب كبير جدا لأنه ما عندكم أسهل حل عندكم القتل أسهل حل عندهم أنه يقتلوا ليش؟ هذا بلل على أنه لا يتقون الله ولا يعني لا يفكرون بشيء اسمه يوم آخر طبعا هن بيعتدونوا في يوم آخر لكن تعامل بينه وبين اليوم الآخر هذا مقطوع لأنهم لا يتقون الله عزيزي لا يرجون الله ولا يرجون اليوم الآخر سبحان الله نعم كذبون متاجرون حسب ما قال هاشم السلمان وأخوه تجار دين لك يا ويلكم من الله لك الخمس الخمس اللي قال الله عز وجل فيه في سياق في سياق الآيات المتكلمة عن الأنفال والحروب سورة ابتدأت بالأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمني ابتدأت بالأنفال نعم ما هي الأنفال هي الغنائم التي فاء الله بها على الرسول في المعارك نعم في معاركه هذا اللي عليه الصلاة والسلام نعم لكن هني ماذا فعلوا يعني هي هي الغنائم التي تأخذ من مين من العدو مين العدو الكفار من المؤمنين لا تأخذ طبعا بلا شك بس المشه اللي عندكم مؤمنين الغلابة عوام الناس عم تأخذ عم بتطبقوا عليهم سورة الأنفال عوام الناس عوام المؤمنين عندكم عم بتطبقوا عليهم سورة الأنفال اللي هي في حق الكفار سبحان الله وانتوا بتقولوا أنه أنتم تكفرون الناس وتبتزون أنتم مبتزين للعوام المساكين بيجي العام من الشيعي من الشيعة أنا بدي حج حج أنت بدك تحج نعم بدي حج طيب روح حج بس عندك مشكلة صغيرة أنت خمست لا حجك مش مقبول حجك مش مقبول بدك تخمس والله رأيت فتوه لسه تاني وعملت عندي مناظرة لو بتطبقوا مناظرة حول الخمس موجودة ومشهورة حتى بك يحربيته شو بخيل بخيل بك بخيل بك أخذ أبض 200 مليون من بول برايمر وواحد بعت له فتوه عندي قارورة عطر استعملت نصة بخمس قال له يا ده بخمس بك خليلوا النص بخليلوا النص حتى النص شو هالنفس الدنيا شو هالشح شو هالتعلق بالدنيا وهم أكثر تعلقا بالدنيا من عوامهم والله وهذا لخلاني أنا أتذكر قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمن وإذا خلوا إلى شياطينهم كنت أنا أفكر شو شياطينهم يعني اللي إلو أرنين ودنب من وراء هذا هو معنى وإذا خلوا إلى شياطينهم تبينوا شياطينهم أحبارهم رهبانهم معمموهم مراجعهم هؤلاء هم شياطينهم فالوضع الآن في لبنان وضع مزري جدا سبحان الله وضع سيء وهناك من الشيعة من الآن يقف وقفة جيدة يشكر عليها لكن منذكره بالرغم من أننا نشكره عليها لكن في نفس الوقت منذكره هذا الدين الذي أنت عليه إذا بقيت عليه فأنت في مشكل يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى لا تقول أنا عندي التزاماتي الاجتماعية لا 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 هذا لا ينفع وأكرر هذه الآية لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا أوثانا شيء كان يعمل به الأوثان كان يدعونهم من دون دعاء هل يسمعونكم إذ تدعون ما قالوا نعم أو ينفعونكم أو يضرون ما قالوا نعم قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون هذه الوثانية التي أنت عليها اليوم رفع علم يا حسين يا ويلكم من الله يا مشركين استبدلتم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استبدلتموها بيا حسين ورفعتم على إحدى المآذن في القصير شعار يا حسين الله أكبر هذا الشرك هذا الشرك الشيعي أطالب كل شيعي أن يعمل ضميره وهو قد رأى مفاسد عقيدته في كتب وفي ملفات صوتية وفي صور وثائقية واليوم وطيل ثلاثين سنة قد رأى فساد معتقده تطبيقيا ميدانيا نعم سبحان الله رأى التواطئ رأى الخداع رأى العداء لأمريكا وإسرائيل في حينهم حراس أمريكا وإسرائيل قبل كل شيء أريد أن أسأل كل لبناني سواء نصراني مسيحي أو شيعي أو درزي فضلا عن السنة أسألكم بالله هل يستحق النظام المجرم السوري البعثي العفلقي الذي عاث فسادا في لبنان أنا صار لي ثلاثين سنة ما رحلت لدها ثلاثين سنة ما رحلت لدها لكن عشت في شبابي الواقع المرير والإجرام السوري إجرام النظام السوري ما بدأوا للسوري نعم السوريون المدنيون الآن تبين والله أنهم أطيب ممكن أقول من كل الشعوب سبحان الله ويمكن أن لا استثني ولا أريد أن أفعل ذلك معني أنا لست سوريا يعني أنا من لبنان لكن أنتم إلى بلاد الشام لعن الله من جعل هذه التقسيمات اللي فرقت اللي حقيقة هالتقسيمات هذه خدرت خدرت دماء الإخوة المسلمون غير السوريين صحيح حتى أن الناس يقول حمد لله نحن عندنا أمن وأمان نحن ما وقعنا فيما وقع فيه إخواننا السوريون شو بتفصل بينكم بين السوريين يعني حدود بس هاي دي خلتك تشعر بأنك آمن حتى لو كنت مثلا قريب جدا على حدود مثلا أنت آمن لأنه هذه ليست هذا ليس الشعب ليس شعرك وين المؤمن المؤمن كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا نعم صحيح نعم فنرجع من أول هل يستحق النظام السوري أيها اللبناني الذي تذهب إلى سوريا للقتال هل يستحق أن تموت في سبيله وأنت تعلم إجرامه هل يستحق أن تموت من أجله وأنت تع وأنت ترى جنود هؤلاء الجنود يعني يدخلون مساجد المسلمين ويدخنون ويستهزئون بصلاة المسلمين سبحانه الله كنت أقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم والكفار أولياء من دون المؤمنين لا والكفار أولياء ثم يقول رب العالمين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقب من الذين أوتوا كتابة من قبلكم والكفار أولياء ثم يقول وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا هذا موجود هذا موجود قد عرضنا صور وفيديو هذا الشيء موجود كيف تقاتل مع هؤلاء يا أيها اللبناني كيف تقاتل مع هؤلاء الذين يتخذون ديننا هزوا ولعبا وإذا نادينا إلى الصلاة اتخذوها إذا نادينا إلى الصلاة اتخذوها هزوا كيف تقاتل إلى جانب هؤلاء فضل عن أن تقول بتبجح أنك شهيد في سبيل ماذا في سبيل ماذا خلينا نعرض الآن أنا ودي أعرض صورا خلينا نشوف نعم هذه الصور مهمة خلينا نشوف هذه الصور نريد أن نعرضها وننظر هل فعلا في شيء اسمه شهادة في سبيل عفوا هو أردنا نقول أنه يقولون أن البناء أنهم يقاتلون حفاظا على مقام السيدة زينب نعم من قبل كان إذا واحد انكمش منهم أو مجموعة انكمشت منهم كانوا زوار مقام السيدة بشارة عفوا مقام السيدة زينب صحيح أين كل من كمشوا نحنا عم نزور مقام السيدة زينب تريد أنهم عم يزوروا مقام السيدة مين بشارة بشارة الآن الآن عم ندافع أول شيء كانوا عم يزوروا صحيح بعدين شو صاروا عم يدافعوا عن مقام السيدة زينب ليه لنعرف ليش قال لك نحن نبى شو إيش القبور عرضنا يعني وثائق وحقائق من مصادرهم تبين من الذي ينبشي القبور من الذي يتغوط على القبور من الذي يحث على هذا اسماعيل الصفوي أوقف عند قبر أبي حنيفة حمار حتى كل ما واحد يتغوط يذهب الحمار إلى قبر ما هذا الحقد ما هذا الحقد الدفين فيه مهندس فيه شيء اسمه هندسة طب فيه شيء اسمه هندسة إيش معمار ولا لا نعم صحيح فيه شيء اسمه هندسة حقد هندسة كراهية شو هالكراهية هاي راح نشوف راح نرجع نعيد نستعرض معكم نعم الصور الماضية ونؤكد لكم أننا نحرم نبشي القبر أما هدم ما يبنى على القبر فهذا ما يجوز إذا تمكننا نفعل ذلك ما يبنى مش القبر نفسه ما يبنى فوقه نعم ليش اقتداء بمن؟ بسيدنا علي نعم شوفوا خلننا خلننا نتورج على الصور خلننا نشوف الصور لا إله إلا الله نبدأ بوسائل الشيعة المجلد الثاني طلعت السور ما هي نعم تطع الآن طيب عادي وسائل الشيعة المجلد الثاني للحر العاملي طلعت؟ نعم طلعت طحي نشوف هنا نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على قبر أو أن يقعد عليه أو أن يبنى عليه نكبرها شوي نعم أيها إن شاء الله الآن واضحة نعم هل حين واضحة ها صاف ومتاز جدا نعم أو أن يبنى عليه جيد إذن هذا وين في أهم مصدر من مصادر الشيعة وهو وسائل الشيعة شوف غيره الآن هذا كمان نفس الشيء لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله عز وجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كذلك قال لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله لعن الذين اتخذوا قبور أنبياء مساجد طيب هذه طيب نروح الآن كذلك وسائل الشيعة المجلد الخامس نشوف نشوف شو بيقول ها هذه فضل يعني لو سيدنا علي الآن طلع الآن وقالهم بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور لقالوا أنت كذاب أنت وهابي يعني يشوفوا كتبكم شو بتقول هدم القبر طبعا إذا قال هدم القبر لا يعني بذلك هدم القبر كيف يهدم القبر من الداخل يهدم ما يبنى عليه ما يبنى عليه نعم طيب علل الشرائع علل الشرائع معنى العلل أنه لماذا حرم هذا ما هي علة التحريم وما هي علة الإباحة مثلا طيب هذا هو عم يبين الآن علة تحريم قال نهى عن ذلك لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نكبر لا أسمحت نعم قال لا عفوا عفوا قال لا تتخذوا قبري قبلة واضح الآن نعم جيد جيد ممتاز لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله تعالى لعن الذين اتخذوا كبور أنبيائهم مساجد بحب نبهون إلى مسألي إياكم أن يضحك عليكم بعض الناس ويقولوا كما يتبولي أنا مرات هذه كتب تطبعونها في السعودية تطبعونها في السعودية ثم تظهرونها لنا على أنها كتبنا يعني ممكن واحد تخبى وراء خياله ممكن بس هو تخبى فعلا لا هذه الحلقة يعني تسجل ونرفعها على اليوتيوب وأنتم انظروا إليها نعم عملوا ببوز وفتشوا في كتبكم ومصادركم هل كذبنا؟ هل دلسنا؟ نعم إذن قال كذلك لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله تعالى لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولا تكاد تجد اليوم مسجد عند الشيعة إلا ولابد أن يضع عنده قبر هذه فائدة اقتصادية كبيرة ليش الآن؟ لماذا عوامل الشيعة؟ ما الذي يحرس شيخ الشيعة على الحفاظ على مذهبهم وتحريض الناس؟ لماذا يستعمل هذا التحريض؟ في فائدة الدنيوية من المذهب نعم وهذا يذكرنا بقوله تعالى أيها الذين آمنوا؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالبطل طيب نشوف سورة ثانية هذه وسائل الشيعة كذلك هذه وسائل الشيعة هذا شوف شوف بوسائل الشيعة الآن شوف الآن الباب الباب باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم والآمن عليه الصلاة والسلام والجلوس عليه وتطينه يعني في استثناء الآن نعم نعم وهذا الاستثناء لابد أن يريدوه وهذا الاستثناء بدعة نعم لأن سيدنا علي رضي الله عنه بعث مطلقا التخصيص الذي يبدو يخصص الاستثني يأتي بالدليل على التخصيص نعم صحيح نعم والعلّة من يعني العلّة التي لأجلها منع الشرع هذا علّة عامة نعم صحيح لأنه هناك من يعظم الولي أو الوصي إذا بدكن وهناك من يعظم النبي إلى درجة عبادته وقد حدث ذلك فلماذا تستثنى يستثنى الأنبياء من هذه العلّة لماذا صحيح أليس سوف يقول الله يوم القيامة يا عيسى بن مريم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِي من دون الله نعم بلى سأقول ذلك على كل حال باب كراهة البناء على القبر في غيره كما قال في غيره قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه ذكرى الشيعة كتاب اسمه ذكرى الشيعة نعم كذلك يذكر هنا نعم هنا قال الصدوق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله يعني كتبهم كلها تقول بذلك نعم نعم طي هذه شوف يقول وبالأخبار الدالة على تعظيم قبورهم وعمرتهم وفضل الصلاة عنهم وكثيرا إلى آخره والآن يقول قلت هذه الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة من المتأخرين في كتبهم ولم يستثنوا قبرا شوف تضارب الآن قبل قليل في غير قبر الإمام نعم صحيح أو النبي هنا لم يستثنوا قبرا تضارب صحيح قال ولا ريب أن الإمامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه إحداهم البناء والأخرى الصلاة سبحان الله وأترك التعليق للعوام من الشيعة حتى يشوفوا التناقض حتى يشوفوا التناقض ومخالفة مصادرهم الأولى نعم نكمل مع لي شيء البلعكس طب الله نحفظكم كذلك وسائل الشريعة هذه عرضناها باكرة نفس الشيء الحدائق الناظرة هنا لا تبنو على القبور لا تبنو دخليني نكبرها شوي نعم هل الآن واضحة نعم واضحة شيد يقول منها أنه قد صرح جملة من الأصحاب بكراهية تجسيس القبور والبناء عليها والبناء عليها بل ظاهر التذكرة دعوة الإجماع عليه الإجماع قال الشيخ في النهاية يكره تجسيس القبور وتضليلها وفي المبسوط تجسيس القبر والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا عشو عم بتقاتله بدي بس أعرف أنا عشو عم بتقاتله عم بتقاتله في سبيل ماذا في سبيل ما نهى ما نهت عنه كتبكم نعم صحيح نكمل نكمل أنا بدي أعرض كل الصور في هذا حتى يتأكد المشاهد في حلقة ما فيها لا تقطيع ولا تعليق ولا كذا يعرض كل شيء فورا حيث أنه يطمئن إلى أننا لا نكذب ولا نريد تضليل الناس ولا خداعهم نعم ولا نأخذ أخماسا كما أن الله حرم الربا حرم هذا السحط نعم صحيح نعم لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون طيب سألت أبا الحسن موسى عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصح هل يصلح قال لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجسيصه ولا تطيينه وعن جراح المدائن عن الصادق عليه السلام قال قال لا تبنوا على القبور ولا تصور السقوف إلى آخره نعم في الأسفل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه ورواه الصدوق في المقنع مرسلا مرسلا آه عفوا المحاسن الآن الجزء الأول لأحمد أبن محمد أبن خالد البرقي ماذا قال الصورة واضحة نعم ماضحة طبعا هناك مجموعة الكتب أنا اضطررت أن أصحبها من الإنترنت ما هي متوفرة نعم ولا في لبناء متوفرة يعني إلا ما ندر يمكن نعم هنا طبعا هذه المكتبة الشيعية وهي معروفة حتى أني تعمت أن أترك اللوغو ما شاء بسموه لا لا العنوان العنوان ال-URL بسموه نعم بحيث الرابط الرابط نعم الرابط نعم تعمت أني أتركه أن أتركه بحيث أنه ممكن واحد يعمل بوز ويرجع ويشوف هل نكذب هل نكذب عليهم طيب عن علي عين يعني عليه السلام قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم القبور وهو ما يسميه حسن نصر الله اليوم نبش القبور نعم نحن ما نرضى بهذا التهويل وهذا الكذب نحن لا نقبل بالنبش أبدا ولو كان كافرا أما الهدم فهذه مهمة سيدنا علي تفضلوا هذه كتبكم تقول ذلك أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبر وكسر الصور واضح الصورة وننكبرها أكثر نعم ممتاز جدا طيب صورة أخرى صورة أخرى كذلك ما اسم الكتاب هذا المحاسن أيضا للجزء الثاني صفحة 614 عن أبي عبد الله عن أبائه عن علي عليه السلام أرسلني رسول الله نفس الشيء نفس كتاب المحاسن للبرقي كذلك في هذا نفس الشيء تماما كتاب المعتبر للمحقق الحلي كذلك نفس الشيء نعم يكره تجسيس القبور وتجديدها لما روى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سألته عن البناء على القبر والجلوس عليه ليصلح قال لا يصلح البناء عليه نعم ولا تجسيس ولا تطينه وقال أمير المؤمنين من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام إلى آخره إلى آخره طيب نكمل إن شاء الله هنا من كتاب مختلف الشيء كذلك للحلي فضلا وفي المبسوط تجسيس القبر والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا طيب قال لنا ما رواه علي بن جعفر في في ماذا في الموفق يعني هذا تصحيح نعم تصحيح للرواية صحيح قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هي اليصلح قال لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس طيب ننزل تحت لا عن الصادق لا تبنو على القبور ولا تصور سقوف البيوت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام كره ذلك ثم روى عن أمير المؤمنين عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام هل في عندنا بعد نشوف تذكرة الفقهاء لمن للحسن ابن يوسف ابن المطهر تذكرة الفقهاء الجزء الثاني ماذا يقول يكره تجسيص القبور إجماعا لأن نبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجسس القبور ومن طريق الخاصة مين الخاصة أهم الشيعة نعم نحن العامة العامة ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام لا يصلح البناء عليه أي على القبر على القبر طيب كذلك هنا نفس الشيء نعم تذكرة الفقهاء المجلد الجزء الثاني صفحة 106 يكره البناء على القبر إجماعا نفس الكلام طيب نذهب إلى تهذيب الأحكام ها تهذيب الأحكام في شرح المقنع للشيخ المفيد شيخ الطائفة الطوسي طيب ماذا قال في هذا دعني أشوف نرجع لها بس لحظة كذلك في تهذيب الأحكام لعله طيب أنا ما أتيت بنص تهذيب الأحكام عندنا ذخائر ذخيرة المعاد كذلك يعترف السبزواري يعترف سوف أكبر لا سأكبر الصفحة أيوة أسلها شوي رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الموثق عن أخيه موسى سألته عن البناء على القبر قال لا يصلح نعم ولا الجلوس ولا تجسيس ولا تطينه قال وفي طريق هذه الرواية علي بن أسباط وكان فطحيا يعني الفطحية هم فرقة من فرق الشيعة نعم قال الكشي قالوا إنه مات على مذهبه وذكر النجاشي أنه رجع يعني على المذهب الفطحية نعم وكان أوثق الناس وأصدقهم لهجة فهذا الخبر من الأخبار المعتمدة التي لا سبيل إلى الطعن فيه مش ممكن يعني يضعف نعم لا سبيل للطعن في هذه الرواية رجعنا اه انتهينا هنا نعم هنا انتهينا الآن السؤال الآن السؤال الآن ماذا تقول أيها الشيعي بعدما رأيت ما رأيت أيها الشيعي اللبناني أنا بعرف اللبنانيين تأخذهم هيكل عن جهية أعرفهم جيدا وبيقول لك انت قد السيد انت ما بتقدر للسيد هذا السيد هذا الشي كبير هذا هذا مقامه عالي مين أنت حتى تحكي عن السيد السيد خدعك أنا أضخدع الكتب عرضناها ماذا سوف تقول هل سوف تركب هواك أنا تتقي الله وتتذكر يوما تقف فيه أمام الله سبحانه وتعالى سبحان الله طحي نرجع الآن بدنا نقول الكلمة مهمة جدا إذن لا يجوز لك أيها اللبناني سواء كنت شيعي ولا سني ولا لا يجوز أن تقاتل من أجل هذا النظام ولا تغتر بما قالوه لك أنهم ذهبوا يدافعون والعجيب الآن بيعملوا بعض الخطابات العاطفية وتلقيت كلمات من سيدتي زينب فقالت لي كذا أنا تعجل الناس بيبكوا يعني كيف الناس بيخدعوا بالطريقة هاي أنا بتعجل واللي بيعجبني أكتر مثلا بيكون عم يرنم ويلطم نعم ها أنا زينب بعدين فجأة بيضرب فريم شو بيقول فأنا ما ذهبت يقولك هلا كنت عن تكي قبل شوي ليه 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 لماذا خداع الناس ما هذا الأسلوب يعني الأسلوب الرخيص في خداع الناس طيب إذن السؤال الذي أريد أن أسأله واللي بيسبب نحن الحلقة الماضية ما طلعنا نعم أم إذن كن بأسلحة الحلقة نحن معنا أحداً على التليفون لا 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 لسه لا يكون معنا إذن الوضع في سوريا يعني تجد أنت أن تدخل حزب الله إنما كان بسبب خداع خدع به كثيراً من شيعة لبنان وغيرهم من العراقيين أنهم يدافعون عن العتبات المقدسة نعم وبعدنا أن هذا كله اختلاق وإنما هم يدافعون عن عتبات قصر تشرين ما اسمه قصر تبعاً بشار أعتقد تشرين نعم وإنما هو عم يدافع عن عتبات بشار الأسد والنظام النصيري وهذا من تجار الدين من تجار الدين الأمر لكم أنتوا بدكم تخدعوا هذا شأنكم وقلوا الحق من ربكم فمن شاء فاليومين ومن شاء فليكفر لكن لكن اعملوا حساباً لموقفكم أمام الله يوم القيامة نعم لا تنخدعوا ارجعوا للحق قبل أن تأتيكم منية الموقف هون بدنا نسأل السؤال التالي هو قال عنا أننا تكفيريون نعم نحن تكفيريون والله نحن لو كفرنا فنحن إلنا أعذارنا القول بتحريف القرآن منه شي بسيط أبداً صحيح الآن من أوثق من أوثق رواة الشيعة القمي والكليني من أعدل الناس عندهم صحيح طعم نحن من أعدل الناس الذين ماذا جمعوا القرآن الشيعة أعدل الناس عندهم اللي قالوا بتحريف القرآن صحيح وقد صرح الكاشاني معترفاً أن الظاهر من ثقة بين قوسين من ثقة الإسلام ثقة الإسلام اعتقاد التحريف في القرآن سبحان الله حلل لها المعضل بالله عليك يا أيها الشيعة الكاشاني ممكن ترجع على مقدمة تفسير الصافي للكاشاني يصرح في هذا الكتاب في مقدمته بأن الظاهر من ثقة الإسلام الكوليني وشيخه القمي اعتقاد التحريف في القرآن من هم أعدل رواتكم الخوئي إذا روى القمي رواية يقول القمي علي بن إبراهيم القمي ثقة ثقة ولا يروي إلا عن الثقات ثقة يعني ثقة مطلقة لكن هذا القمي ماذا قال في مقدمة تفسيره أن في القرآن ما هو محرف وأن في القرآن ما ليس من كتاب الله أصلا ليس من كلام الله نحن عندنا أعدل الناس أبو بكر وعمر لجمع القرآن نعم وإنتم أعدل الناس اللي قالوا بالتحريف شوفوا قارنوا بين هالمفارقة نعم مفارقة كبيرة وعجيبة فإذا نحن قلنا بالتكفير نحن ما منفر أبدا بين القول بالثالوث اللي هو مخرج من الملة نعم من قال بالثالوث مخرج قوله مخرج من الملة الآب الابن الروح القلس ليتي بواحد آمين عفوا ما آمين لأنه بيعتادوا هني أنه الآب كان فوق والابن كان تحت والابن كان عم يقول أبانا الذي في السماء نحن ذات أخرى عم بتخاطب الإله اللي في السماء إله في الأرض عم يخاطب وعم يدعوه وعم ويظهر له افتقاله وحاجته نعم هذا ثالوث الاعتقاد بالثالوث وهذا كفر حتى لو قعدوا ليوم لإيامه يقولوا لثلاثة واحد الثلاثة واحد ذلكم قولكم بأفواهكم الثلاثة ثلاثة نعم واللي كان على الأرض شاف الأقنوم الثالث نازل على هيئة حمامة نعم على شكل حمامة الأقنوم الثالث اللي هو الروح القدس الابن شاف الروح القدس نازل على شكل حمامة والابن عم يدعو الأب اللي بالسماء هو الأرض فالثالوث هذا كفر والقول بتحريف القرآن نفس الكفر ممكن يكون فيه شوي بس اتنين من حيث كونهم كفرا شركا نفس الشي القول بالثالوث مثل القول بأن القرآن محرف ولا ينفع لو واحد مثلا عمدا شطب كلمة من القرآن وبقي كل يوم يصلي ويقيم الليل بتلمونا إذا قالنا أنه كافر طب أنتم مشايخكم قالوا بتحريف القرآن وهذا اعتراف الكاشاني نحن تكفيريين طيب ما يشير حال نحن بدأ نسأل الآن نحن عرضنا الحلقة الماضية جنود بشار يقبضون على أطفال يلا مين ربكم مين اللي خلقكم مين اللي خلقكم لمين بتصلوا مين إلهكم يلا قولوا لا إله إلا بشار صحيح وبعض الناس ضعاف أكيد صحيح هيضربوهم ضرب آخر شيء غصمنا عنه بدي يقول بدي يقولها شو حشركم يا حزب الله مع اللي بيسبوا الله عليكم اللعن من الله شو حشركم شوفوا هيدا و هيدا هيدا من قدر الله فيكم سبحان الله هيدا من قدر الله فيكم انتم فكيرا حاكوا أنه عم تشعروا بنشهة النصر يقولك يكفيكم هذا السقوط يكفيكم هذا يعني الحضيد الذي وصلتم إلي أنه انتم بتسموا حاكم حزب الله و عم بتقاطلوا مع اللي بيقولوا للناس قولوا لا إله إلا بشار نعم صحيح والسؤال برجع من العيد ما علي شيء أنا بشهر اليمين بالعطف ممتاز الله باركيك سؤالي مش نحن تكفريين طيب ما يشير حال من شر من الآخر التكفيري وأنا تكفيري من هالناحية من ناحية القلبي تعريف القرآن أنا تكفيري بل من الشيعة من يقولون والله أنا مستعد أقول بكفر من يقول أن القرآن محرّف حتى لو كان الكليني المرجع الشيعة بيقول هيك صحيح العام الشيعة بيقوله وأنا عندي خبرة في ذلك مئات من الخبرات مع عوام الشيعة بيقول المرجع لا خطأ مجتهد طبعا مجتهد في الكفر مما لا شك فيه أنه مجتهد في الكفر مجتهد إيه مجتهد طيب ومنكر الإمامة مجتهد بلوها لا ناصبي ملعون كافر سبحان الله تبقولوا مجتهد يعني مفرقة عجيبة طيب ماشا حقا نرجع من القول نحن تكفيريين سؤال مين شر من الآخر التكفيري ولا اللي بيقول لا إله إلا بشار ممكن نسمع لنا جواب من حسن نصر الله ولا اللي حول حسن نصر الله ولا أذناب حسن نصر الله مثل الخائن العميل المجرم ماهر حمود سبحان الله ولا عبد الناصر جبري هؤلاء اللي فعلا اللي أنا في سميهم متل ما سميهم الإيرانيون يقولون عن أمثال هؤلاء هدول متل منديل لكلينكس أعزك الله يستعمل للحالات الطارقة هنا متل ما لديك لكلينكس وهؤلاء يعني بلغني مؤخرا أنه ماهر حمود تعرض ل محاولة اغتيار أنه ما بتعجب واحد يضع نفسه في ركاب المحادين لله وللرسول اللي بيعنوها بمشيط عريض يا حسين يا علي يا إمام يا مهدي وإنت تدعي أن هؤلاء هم حزب الله حقيقة هم أنصار الله حقيقة لا أنا بسمي حسن حسن نصر اليهود وحزبه مؤيد للليكود حسن نصر اليهود وحزبه مؤيد للليكود بتحب تسألني ليه طب مش أنت يا أيها المشاهد معنا حدا معنا مدخلة معنا مدخلة فضلوا ما زالت معنا مدخلة عايد معنا من السعودية معنا عايد معنا طيب الله يبني فيك سكر بس صوت التلفاز واسمعنا من الهاتف سكر التلفاز واسمعنا من الهاتف خفت صوت التلفاز الناس معك تفضل يا أخي عايد تعال هوا السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله أسأل الشيخ عن حكم الزكاة عند الشيعة وحكم الخمس وما حكم الذين يلعنون أبو بكر رحمة رضي الله عنهم معدلة تقول حكم الزكاة وحكم الخمس نعم وما حكم من يلعن أبو بكر وعمر وحايد طيب مشكور أخنا العايد مشكور طيب معنا عمر من السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلامة الله السلام عليكم سيد المرسلين على محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين صلى الله عليه وسلم شيخنا الكريم الفاضل لا أود الحديث لأجل مجرد الحديث بل لأجل وصول إلى كلمة سواء بغض النظر عن الاختلاف بيننا فأنا أرجو من الله أن نجد أسباب التشابه لا أسباب الاختلاف أنا الذي أتحدث معك أنا إثنى عشرين جحفري مؤلي لعلي بن أبي طالب عليه السلام وأنا رجل طالب للحقيقة باحث علمي ورجل مفكم شيعي وأود أن نتحدث مع الشيخ الكريم حديث علمي بعيد عن التعصب وعن الجاهزة فهل يمكن هذا الشيء أم لا شيخ رحمة سهلا بك نرحب بك شيخنا الكريم المبارك لقد ذكرت التوحيد وذكرت كيف يعبد الله عز وجل فقد فاتك ابنتينية قد أخفأ وتعمد الخطأ بالتوحيد وفي تعديد صفات الله وتبسيم الله عز وجل ثم بعد ذلك تحدثت عن القرآن الكريم وعن تحريف القرآن الكريم فقلت ما لم تقل به من إنصاف علمي ذكرت فقط مصادر الشيعة ولم تذكر مصادر السنة رواية عمر بن الخطاب الذي قال إن صورة الأحزاب هي أكثر الآيات القرآن الكريم وكذلك رواية عائشة إن بعض الآيات القرآنية كلها الداجن أما حديثك الأخير حول يا علي ويا حسين شميك الأخير أنا لا تنادر لا لا لحظة 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 إنت بدك تتناعم موقفك شوي وتسرد لنا شوي تشبهت واحدة وحدي إنت عم تقول إنه في الداجن أكلت أكلت القرآن كله ولا ورقة منه أخي الكريم جاوبني جاوبني أكريت الداجن القرآن كله ولا تلته ولا ربعه ولا ورقة وحده منه هذا حديث فوضوي حديث الجهال وليس حديث علمي أخي الكريم أنا أسألك يا حضرة المحترم الشيع والله أول شي كرامك استبشرته خيرا مع أني بحب أقولك أنه بدأك تفتش عن مواطن طلاقي إذا على القرآن ملتقينا والقرآن محرف عندكم بشو ملتقي بعدين شو بنعمل نلعب رياضة يعني على التنس ولا على الرجبي إذا القرآن تقولون محرف عشو بنلتقي أخي الكريم وماذا عندما قالت عائشة بكذلك وماذا قال عمر بكذلك لماذا لا تدينيون أفعالهم ممتاز ممتاز لحظة 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 يلا نجي على عائشة بعدين بس أنت قال لي موفق من قول الشيعة من قول القمة أن هذا القرآن فيه ما ليس من كلام الله أصلا ومنه ما هو محرف يلا تفضل نحن عرضنا موضوع القمة ليش أنت الآن بدأت تهرب منه وتقول يعني كأنك تقول لي نعم نحن كذلك لكن عائشة الشيخ الكريم أنك تعرفني جيدا أنا أدعى بهتر الفارسي باحث الشيعة في السفارة الإيرانية الموجودة في العراق أن أعرفتني وكانت لدي مناظرات كثيرة مع الشيخ العرعور الذي كان حقا مفلسا علميا وجاهلا علميا صراحة بكل صراحة أنا متعذرة يا أخي الفاضل يا رجاء لا نتعرض لأحد سواء من الشيعة أو من السنة أنت الآن تخاطب الشيخ أنا أقيم أعني أنت سمع أقيم الشيخ اسمعني اسمعني لا تقيم أحدا أنت الآن طلبت أن تتحاول مع فضلة الشيخ حوارا علميا إذن اطرح ما عندك من أدلة والشيخ اطرح ما عنده من أدلة ثم فند ما عنده شيخ من أدلة وهو كذلك فند ما عندك من أدلة أنا بحب أقول له أنا بحب أقول له أنه قال وماذا عن عائشة وماذا عن كذا كذا نعم ما معنى ذلك هل تعرف ما معنى ذلك معناها أنه التزم ما ذكرناه في حق القمة التزم هل تواثق شيخ على هذا الالتزام لا سؤال أخير شوف يا أستاذ إذا سألناك سؤال بتقلنا سؤال ما بيصير هيك أستاذ شويخناك ملاحظة أخيرة ملاحظة أخيرة لو سمعت اسمعني بارك الله فيك حتى يكون النقاش علميا مفيدا لنا ولك ولمشاهدين الآن الشيخ نعم ملاحظة وأكمل بس ملاحظة طيب اتفضل أنا مستعد أن أأتي إلى السعودية أو للمصر لمنابرة الشيخ الكريم في أي ساعة تشعون أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق القنوات الفضائع أو عن طريق السكايد أنت شو العمام اللي تلبسها السوداء أم بيضاء نعم العمام اللي تلبسها السوداء أم بيضاء أخي الكريم اترك اللون العمامة لا يهمك اللون أنا قلبي أبي أفضل الخط انقطع طيب هو إذا كنت عم تسمعني بعدك عوما إذا كان فيه إمكانية أنك تعود لتصال بنا مرة أخرى لتكمل حياتك مع فضلات الشيخ أهلا وسهلا فيك طيب شخنا هلأ هني دايما شو بيقولوا في البداية هذه الرواية صحيحة لا الحمد لله الرواية مرسلة نعم بالمناسبة وأن كان الألباني صححها بالشواهد نعم على ما أذكر لكن فيها عبد الرحمن ابن أسباط على ما أذكر الرواية الرواية يعني في كلام في صحتها خلينا الآن نسلم نفترض أنها صحيحة نفترض أنها صحيحة نعم نعم فما توجيهها ما توجيهها الآن الآن ما في مثلا مثل جماعة بشار الأسد يدخل المساجد يمزقوا المصاحب حسنت نعم شو هالهيلمان اللي عملوا على هالرواية نعم أنه أكلت داجن طيبوا ذاكت داجن أصلا كان أكثر الاعتماد في حفظ القرآن الصدور على الصدور ومنهم من كان يكتب نعم منهم من كان يكتب يكتب نعم هذه وحدة وإنتم عندكم رواية في كتاب الكافي سقط مصحف في البحر فأخرجوه فلم يجدوا منه إلا آية واحدة ألا إلى الله تصير الأمور لك الداجن أكلت ورقة نعم ومناسبة الروايات تذكر أن هذه الورقة فيها آية منسوخة اللي هي متعلقة بي العشر رضعات نعم منسوخة يعني هذا تقدير من رب العالمين أنها تأكلها داجن منسوخة خلاص لكن مع ذلك نقول الداجن بدلها أحسن من سيدنا علي بالنسبة لكم انتبهوا هو تدلسوا وتقطعوا كلامة تقولوا شوفوا دي مشقية يحتقر الإمام علي ويقول ماذا الداجن أفضل داجن أكلت ورقة بس سيدنا علي كما رويتم في كتاب الكافي عن سالم ابن سلمة أن علي غضب من أبي بكر وعمر لما جمع القرآن وقال هذا هو القرآن على حده يعني بالضبط كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر لا حاجة لتنا بما جمعته عندنا مصحف تم فيه الجمع تم جمعه فغضب وقال أما والله لا ترونه بعد يومكم هذا أبدا ويحكي نعمة الله الجزائر وغيره أن الأئمة أمروا أمروا عوامهم شيعتهم أن يقرأوا هذا القرآن الناقص اللي هو الثلث نعم اللي هو الثلث الثلث والثلثان مع المهدي المنتظر شوفنا يعني 1400 سنة الناس محرومة من أحكام الحلال والحرام والعقائد والكذا محرومة 1400 سنة لأنه حضرته حطتوا عنده بالأرشيف السردابي المهدي نعم صحيح اللي هو في السرداب نعم لنحن نقول عنه هذا السرداب سر قد داب نعم هذا السرداب سر قد داب فمين أفضل يا حضرة المحترم الموظف في السفارة الإيرانية في العراق الداجن أفضل من سيدنا علي أو خلينا نقول ما فعلته الداجن ما فعلته الداجن خير مما فعله سيدنا علي ولي فعله سيدنا علي سيدنا علي الإمام الوصي يغضب فينتقم لنفسه مش لله ويخفي القرآن الصحيح اللي جمعه الكامل نعم سبحان الله فكر لي فيها هيك أعود بالسفارة شوي يمكن تكون بالملحق الثقافي أنت مع أنه الملحق الديني ممكن يكون سفير سفارات غير سفاراتنا صحيح فأنت أعود بنفسك هيك واسأل نفسك هذا السؤال دور على رواية سالة بن سلمة اللي بكتاب الكافي وسأل نفسك مين أفضل الآن الداجن ولا سيدنا علي معنا مداخلتين نبدأ بمداخلة من البحرين أبو علي أبو علي من البحرين أنت معنا على الهواء تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رجاء أخونا أبو علي ركز كلامك في نقاط محددة وسريعة بارك الله فيك لأنه لم يعد معنا وقت كما أننا نطالبك برفع صوت بارك الله فيك فضل أنت الشيخ إذا تلقوا صول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كرح لكم هذه الآية معروفة لما كتب القتال على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين قاتل من ألن يقاتل الكفار والمشركين هذا سؤالك نعم قاتل الكفار والمشركين ألن يقاتل الكفار والمشركين لا لا طيب أليس دين الرواقب وشيعة جربي ما نوعه طيب معناتهم مخرجوا من الملة أليس كذلك أم لا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهمت سؤاله شيخ نو هذا سؤال تقريري هذا سؤال تقريري نعم طيب ونحن نوافقك ونحن نوافقك وأزيدك من الشعر لا يتم أهل الباطل لن يتركوا باطلهم وبعض الناس بيقول خلينا نتنزلهم نحاول نفتك من شرهم ما حتك من شرهم لأنه أهل الباطل إذا قووا أخذتهم العزة بالإثم ما عادوا بيستطيعوا يوقفوا نعم بالأمس كان شو موضوع زيارة مقام السيدة الآن الجهاد من أجل مقام السيدة زينا نعم صحيح الآن في غزو رافضي حزبلاتي نعم وإيراني في حلب طيب إذا كنتوا أنتوا الآن مهتمين بموضوع مقام السيدة زينب شو أخذكم على حلب شو أخذكم على دارية شو أخذكم على كل المناطق السورية الآن تنتشرون فيها نعم طيب وليش تعلنون الآن القصير قرية شيعية شو هالاستفزاز هيدا ولذلك أنا أقول للحكام العرب بداية ما تفكروا أنه إذا أعطيتوهم تسهلتولهم طنشتوا عنهم أنه هني حيتراجع ما بيتراجعوا لن يتراجعوا وهم ابتلاء الله لكم لا يتراجعوا أبدا سبحان الله طيب معنا مدخلة أخرى نأخذها معنا أبو محمد من العراق من العراق أبو محمد وعليكم السلام ورحمة الله تفضل شكرا حياكم الله الله يزالكم شيف العزيز أنا في الواقع لدي كتابي مقدمة وكنت أبحث عن الأدلة لكن هذه المقدمة والله أثارت فتشي في داخلي يقول الإسلام دين الإنسانية الخاطئ يعالج بتشريعاته الحكيمة جميع شؤون الحياة ومشاكلها وهذا صحيح عندك ولا لا وهذا عندك صحيح ولا لا شيخ موجة يا سماك وهذا عندك صحيح لا لا فقط المقدمة أثارت فتشي في داخلي فضل يقول الإسلام دين الإنسانية الخالد يعالج بتشريعاته الحكيمة جميع شؤون الحياة ومشاكلها وينظم بأحكامه العادلة مختلف الحقول السردية والاجتماعية من سياسية واقتصادية وخلقية ويخطط لذلك كله وضائف روحية وجسمية ويثير في ذلك كله مع الأجيال الصاعدة لا يتباطئ في مسيره مع الزمان ولا يعترضه الفطور أو السكون حيث يؤسس صرحه الشامس المجيد على أساسا من الطبيعة الإنسانية الأصيلة وسجاياه الفطرية فهو يساير الإنسانية طيب أخونا أبو محمد أخونا أبو محمد أبو محمد أسمعني بارك الله فيك وقت البرنامج يعني أزف على الانتهاء فرجاء يعني اطرح ما عندك من سؤال باختصار حتى نستفيد نحن جميعا أنا أقول الإسلام الإسلام نحن نقول إننا مسلمون ممتاز لماذا مشاكلنا أصبحت فيما بيننا الشيعي كذا السني كذا الوهابي كذا تركنا كل شيء وأصبحنا فيما بيننا أنا من المتصلين الأوائل بكم وطرحت على الشيخ أنواع وأنواع الروايات يا حبذة تجلسون العلماء وتنطحون الروايات هذه صحيح وهذه خطأ لكي العامة والله لا أرى إلا حرب إعلامية بين الشيعة وبين السنة من قناتكم ومن قنوات شيعية أخرى كل هذا يدور في مصلحة واحدة وهي مصلحة إسرائيل إنه يتحطم الإسلام فيما بينه كما رواه أحد وزرائهم قال وضع قرآن على كرسي في سجادة قطرها عشرة في عشرة قال كيف أن تستطيع أن تصل إلى ذلك القرآن وتمزقه وصل المعنى أخونا أبو محمد لكن فقط قبل أن تغفل الخط برك الله فيك أود أن أذكرك أن المعركة في سوريا لم يكن حزب الله معني بها فلماذا دخل فيها؟ يعني هذا أهم أنصار شيشان دخلوا إلى سوريا وكذلك الكوريون كوريا شمالية لما الذين لا يدينون ملحدون دخلوا سوريا أيضا يساندون النظام البعفي هناك من يأتيه هناك أفراد يأتونه أفراد هذا على صعيد الأفراد النظام عندكم حزب الله دول تدعم النظام دول روسيا الصين نعم الغرب حتى الآن يعني يضي يتظاهر بأنه يعني متشكك متلك يماطل في قضية رفع الحذر لتسلح عن كل هؤلاء معهم نعم فهناك فرق يا حضرة المتكلم المحترم الذين يأتون إلى سوريا لمشاركة المدنيين المظلومين نعم المقهورين هؤلاء على صعيد أفراد ويريدون إحدى الحسنين إما النصر وإما الشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى لكن أنت قارن الآن بالدول تقارن بإيران يعني فهناك فرق هذه أولة طيب أنا ودي أن أجيب على فضل سئلته نعم معنا المسألة نعم الشيخ الآن يجيبك المسألة سياسية سياسية وعقادية في نفس الوقت سياسيا الولايات المتحدة وأوروبا تقول كيف نستطيع أن ندعم المعارضة السورية بالسلاح بينما الدول العربية تدعم في المال وأنا لم أرى في يوم من الأيام الدول العربية ساندت المسلمين في أي مقتلة لا والله العظيم لا والله هذه فلسطين منذ السنة 1948 لن يسلحهم أشياء لن يرطيهم أشياء طيب ما بدأ نفتح الآن هو أعمال حتى بس لا يطيل بنا الحديث في أكثر من جهة ويتشعب وينتهى الوقت ذو نفائده الآن أنت طلحت بعض الأسئلة على فضيلة الشيخ هو سيبك عليها فاسمع الأجابة بارك الله فيك أول شيء أود أن تقدم له بالشكر وأعتذر له عن عدم تمكينه أنه ياخذ وقت أولا يقول يا حبذا لو تجلس مع علماء الشيعة نتحاور ونشوف جلسنا ولم نجد إلا التدليس والحيدة والهروب من الأسئلة ما وجدنا حقيقة يعني ما وجدناهم أنه فعلا هم يطلبون الحق ويريدونه ومناظرات المستقلة خير شاهد على ذلك لعلك أن تراجعها وتشاهدها إن شاء الله أما الكلام عن مصلحة إسرائيل دعنا من الآن من السياسة لكن أقول لك المذهب نفسه مخترق إسرائيليا المذهب الشيعي المذهب الشيعي نفسه مخترق إسرائيليا يهوديا ولذلك اليهود لهم مصلحة كبيرة الآن نعم اليهود لهم مصلحة كبيرة في إقامة دولة شيعية تطعن في من أخرجوا اليهود من خيبر نعم ومتخصصين في الطعن في عمر وعندهم هوا وحماس كبير جدا في الطعن في عمر أول شيء عمر مش أبو بك عفوا مش إبليس حاشا في عمر بالذهاد ومؤسس المذهب يهودي عبد الله بن سبق نعم فطبعا ما تعجب أنه إسرائيل لها مصلحة في إنشاء هؤلاء اللي قالوا بتحريف القرآن ودعوا إلى عبادة القبور وبنوا الأضرحة على النسق الوثني الموجود عند اليهود والنصارى وأسلافهم وقد أطلعتكم وفقكم الله على الأدلة على ذلك من كتبكم ومصادركم فنحن ما عندنا مانع أن نلتقي ونتحاور لكن بإلك ياها منها هل لا هم لا يريدون ذلك نعم هم لا يريدون ذلك وبالله التوفيق أما بالنسبة لموضوع التخاذل العربي حكاما وعلماء في هذا الوضع الموجود حقيقة يعني كما يقولون يعني من سمع ليس كمن رأى رأى نعم نسمع الأخبار نعم بس حقيقة الوضع مر جدا ووالله هذا النظام يتمنى يتمنى السوريون لو أنه كانوا على الأقل تحت النظام اليهودي ولا تحت هذا النظام نعم حقيقة نظام مجرم ما فيه جنس الأخلاق ولا فيه جنس الرحمة حسبون الله نعم وإذا ضعفوا من أسرع الناس عدوا من أسرع الناس عدوا يعني ممكن واحد يأخذ ميدالية ذهبية بالعدو والجري نعم نعم ما فيه أسرع منهم بالهروب لكن إذا تمكنوا تجبروا بقول بحب بس أذكر حضرة المداخل أولا عندنا وقائع بتخلينا فعلا نشك في شيء مش طبيعي نعم مفاعل النوى العراقي فورا فورا تخلص منه نعم مفاعل النوى الإيراني ما زال موجود نعم نعم السلاح الكيميائي اللي استعمل ضد المدنيين والعزل السوريين ما زالت أمريكا ترفض حتى الآن اتخاذ إجراء ضده حتى إن فرنسا السياسيون الفرنسيون اتعجبوا من الموقف الأمريكي المتخاذل نعم نعم صحيح من موضوع سلاح كيميائي يستعمل ومنذ ست شهور دائما كرر باراك أوباما السلاح الكيميائي خط أحمر فلتعلم فليعلم بشار الأسد وبعدين عندنا مشكة مش بس الإيرانيون بيستعملوا ألفاظ عاطفية مزخرفة الموت لأمريكا الآن الغرب يستعمل ألفاظ مطاطية مزخرفة نعم يبدو للمستمع أنها ضد بشار وضد نظام بشار لكن كلها عبارة عن مهدئات بما يؤكد أن أنا في ناس في أحد شبه للنظام السوري الآن بي وكر فساد العالم كله وسر من أسرار الفساد الدولي موجود بهالنظام ولذلك لا تعجب أن تجد العالم كله الآن يتخاذل ضد هؤلاء المدنيين العزل ويسر على بقاء هذا النظام والنظام بيعرف من قبل الحرب أنه هذا وضعه مع العالم ولذلك يبطش ويضرب وهو على اطمئنان كامل أنه لن يحاسب ولن يدان سبحان الله نعم لذلك ما زالت أمريكا حتى الآن تشكك بحقيقة استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنية الآن فرنسا تندد بموقفها ليش إرجاء جنيف واحد اثنين وربما يتأجل يتأجل إلى جنيف عشرة ولا ليش هل لا يزال الغرب يتمنى باقي عنده شيء من أمل أنه في الفترة القادمة سيتمكن بشار هذه معجزة إلهية الخطاب الإعلامي العالمي والصحفي الآن أصبح يتكلم عن حكومة ومعارضة يعني كأن ما يجري الآن يعني اعتمار واعتبار أن الحكومة السورية الحالية حكومة شرعية معتمدة وما دخل وما دخل عفوا إذا أطعتك وما دخل بشار في ضمن لائحة الإرهاب دخل فيه مثلا جميلة النصر لا 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 ما دخل إلى الآن ما دخل لا دخلوه لما يدخل بشار الأسر ولا يزال ينظر إليه على أنه إذا كان عنده السلاح الكيميائي فلا تزال إسرائيل فيه مأمن لكنه صار عند المتطرفين لا الآن إسرائيل نعم فيه خطر هذا شي عجيب جدا يعني حقيقة لكن أنا أقول لحزب الله وللنظام النصيري الحل معكم واحد أنا بدي أعرض صورة أنا ودي أن أستعرضها لأنه لم يبقى معنا إلا دقيقتين لا مش معقول لا 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 ما أسمح أنا لا أسمح بذلك أبدا الحديث بصراحة إن شاء الله شيق فمرة سريعا بس ما معقول هيك ما معقول يعني أنا كنت بدي أعرض صورة ما أريد أن أن تنتهي الحرقة بدون أعرض هذه الصورة بدي فرشيكم صورة طيب هو المخرج ما شاء الله جزاء الله خيرا يعني مدنا بعاشر دقائق والله المخرج طيب الله يكفي يعني دائما بركيت علينا نعم بركيت علينا كبيرة بدي الناس يشوفوا هالسورة الحلوة عفوا مش الحلوة أعوذ بالله أستغفر الله شوفوا هالسورة هاي هل هي واضحة ولا مش واضحة نعم طبعا يعني هنا هذا حسن نصر الله غنوع وهذا رئيس وزراء الحكومة التصريف الأعمال الحالية نجيب ميقاتي نعم يعني إذن حزب الله المدعى حزب الله أصبح هو دولة فوق دولة لبنان لا شك نعم شوفوا أنا منظر رئيس وزراء سني وبحجم نصر الله عمرتين طويل نعم نازل تحت حتى يبوس إيده نعم هذا وضع لبنان الآن نعم للأسف الشديد شو السبب هؤلاء بيخافوا بدن دنيا بدن نعيش نعم ليش واحد يمو والله إني أنا أرى أنه هذا هاشم السلمان اللي توفي قبل يومين نعم أشرف من هذا المقاتل أشرف منه نعم شوف الذل والخنوع والخضوع ليش شو سببه أنا ممكن أحمنه طبعا يقال أنه عديله لبشار أو نسيب أو كذا نعم المئاته نعم وأنه في في شو اسمه كونتراكت عقود نعم صفقات ضخمة جدا جدا بين بعضهم يمكن هذا يكون السبب لكن السبب عندي الأكبر في هذا السكوت أن الناس بدها تعيش وسياسة حزب الله البطش والقتل والتحديد والقهر نعم هاي دي بتنفع مع اللي بدون الدنيا لكن مع الذين يذهبون ويتمنون والله اليوم واحد من الفلبين نعم قيل له أنه نحن حنرسلك على حسابنا إذا شخص والله بكى ويشعر بسعادة كبرى يقول بد يروح اليوم قبل قبل الغد يتمنى أن يلقى الله سبحانه وتعالى الحل مع حزب الله يا حكم العرب يا أيها العلماء يا أيها العالم الحل مع حزب الله مش أناس مستعدون للموت بس لا أناس يبحثون عن الموت نعم وهذه القضية المعادلة هيا كيف بتصير عندما يقبل الناس على رب العالمين ويقنون بوعد الله عز وجل ويخلصون له في العمل لا يريدون أن يعرفوا حتى لو كانوا في آخر الجيش أو في آخر لا يريدون أن يعرفوا يريدون فقط شيء واحد أن أن تكون كلمة الله هي العليا نعم وكلمة الذين كفروا هي السفلة هي السفلة فهذا هو الحل وإلا الوضع في لبنان مزر جدا الوضع في لبنان يعني حقيقة أنا بقول الوضع لكن خليني أبي هالدفاءة المتبقية أني يقول يا من فرحتم بالقصير نعم القنيطرة فضحت القصير الأسبوع الماضي سيطر الجيش الحر على القنيطرة نعم صحيح فاضطرت إسرائيل أن تفتح الحدود بتنسيق مع النظام السوري أن تفتح الحدود لتدخل الدبابات المقاومة والمماتعة عفوا الممانعة لا أسف لتدخل الدبابات المقاومة والممانعة تدخل إلى إسرائيل لتلتف على الجيش السوري الحر وتسترد القنيطرة ولا أنا كان ودي لو توزع حلوة بمناسبة استرداد القنيطرة بس يمكن ما بتعملوها لأن الناس حيشوفوا شو تفاصيل هذا الحدث وكيف نسقتم مع إسرائيل من أجل استرداد القنيطرة وإذا كان هذا هو الحال فحزب الله لا شك وهم مؤيد للنظام المجرم الخائن العميل فحزب الله هو الحزب الخائن العميل افعلوا ما شئتم افعلوا ما شئتم اضحكوا قليلا قولوا سيطرنا على القنيطرة ونحن ما وزعنا حلويات يوم اللي سيطروا على القنيطرة سيطر سيطر الجيش الحر على حلب وريفة وعلى دارية وعلى كذا ما وزعوا حلوة نعم أنت وزعتوا حلوة وزوا حلوة على القنيطرة على مصارف القنيطرة نعم صحيح لكن انا برجع اقول كم بقي عندنا من الوقت الحين سبع دقائق جيد جيد اللي حب اقوله ما في حل إلا ناس بدون يموتوا يعني يعني يريدون الموت وأنا أرى بما أن هناك سياسة هندستها أمريكا اسمها سياسة النائب النفس في لبنان هي سياسة النائب النفس عما يعمل حزب الله الجيش اللبناني ومخابراته يعتقلون من يشاءون خاصة أن ومشايخ ويسبوا الرب يسبوا الرب ربك على رب حتى حتى يعني أحد الأخي يعني خرج من التحقيق معه وكان يبكي يقول الشيء حتى كان يسألوني شو بتعرف عن هيدا كذا كذا دي مشقية ويسبوا ويشتموا ليش المخابرات اللبنانية بيد من حزب الله بيد حزب الله هناك من هناك من يترك التشيع في لبنان مثل الأخ أبو عبيدة اللي قتل دخلوا عليه على أساس أنه هني درك شرطة وهم شرطة لكن رافضة ودخلوا لقتله لأنه لأنه ترك التشيع وعرف الحق نعم فاضطر أنه يدفع عن نفسه وقتل ثلاثة في نفس الوقت وهم في بيته نعم ما توقعوا أن يكون مع أصلاح ثم أعدن بعد ذلك هذه وحدة بس تبين الحقد الموجود والشحن الطائفي الذي يعيشه اللبنانيين اليوم بما يؤكد أنه هناك انحلال سياسي عسكري في اتخاذ القرارات وكلها متروكي مفوضة لمن يعني أنا أنا نفسي أني معلش أني أسمي ميشيل سليمان آية الله ميشيل سليمان مثل ما عنا الآن آية الله ميشيل عون هذا كله هذه مصيبة موجودة في لبنان الحل ليس مع اتخاذ إجراءات ضد حزب الله بل الحل الصحيح هو وأنا أولادي حكام الخليج بالذات أن يتخذ موقف مثل الموقف الذي اتخذ في اليمن موقف قوي وشجاع وصارم هذا هو الحل الوحيد وإلا أن يترك لبنان هكذا فأقول سياسة النائب النفس سياسة أمريكية يراد التخلص من السوريين مرحليا تدريجيا وأن لا يزعج هذه المرحلة أي اعتراض أو أي اضطرابات في لبنان يعني بيرتاحه الآن بيزبط الموضوع وكل شيء السنة الماضية السنة الماضية جاهزت أمريكا الجيش اللبناني بنصمه جنزراء ومللات وشاحنات هذي أدوات قمع نعم تحضيرا وتحسبا لأي اعتراض أو أي اضطراب يحدث في لبنان اعتراض على ما يحدث في سوريا نعم هذي ظلم وميشيل اسلامان حضرته ما بيشوف ما بيشوف الجبهة العريضة اللي يطلق منها الصواريخ في لبنان بيشوف بس صاروخين أطلقوا على سوريا نعم من لبنان على لبنان من سوريا نعم ويقول أنه هذا هو الإرهاب بعينه نعم وبيقول لحسن نصر الله من يومين أنه نحن يعني نعتذر عن المسيئين في كل من طرابلس وصيد المسيئين من هن المسيئين المسيئين اللي عم يقفوا أمام جبل باع المحسن نعم هؤلاء النصرية القرامطة بدعم من حزب الله نعم هؤلاء لا يستطيع الجيش أن يقترب إليهم ولا أن يصادر يعمل اقتحام على بعض مستودعاتهم لا لا هذا في مستودعات المناطق السنية فقط الذي يجري أنا أقول إذا كان النأي بالنفس لصالح أمريكا وبالتالي هو لصالح إسرائيل نعم فأنا أرى أن يتحرك الناس في لبنان وأن لا يسكتهم أنا أرى يعني دفاعا عن إخوانهم لكن لما بدأ تحركهم تجد أن الجيش السوري اللبناني نفسه تدخل وبدأ ينزع سلاح بعض المقاومين السنة ويتخوف حتى أن الاندبنت تتكلمت عن تقرير لها عن أن الجيش السوري يخاف اللبناني يخاف من صعود السلفية فهم مستضعفون أيضا أنا بدي أسأل يعني إذا كان نظام السوري ضعيف من الذي يملي على لبنان هذه السياسة التي تجبره السورة اللحظة على الطاقة قبل شوية أن يقف مع لا 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 هل تظن أن حزب الله ما أخذ ضوء أخضر من أجل أن يشارك أجل أنا أقصد أن حزب الله هو الآن المسيطرة على الوضع في لبنان حزب الله ظاهرا أنه هو الآن مرتبط مع إيران وإيران تتخذ القرارات وتصدرها نعم وتصدرها ليه لا لا مش بس هيك الأمر أبدا حزب الله وإيران يأخذين ضوء غربي ضوء أخضر غربي لممارسة كل هذا العمل اللي هو لصال يعود بالمصلحة على إسرائيل في حقيقة الأمر اللهم استعال فالوضع حقيقة الوضع سيء جدا لكن أنا بقول هناك مطلب أمريكي بصحق أي معارضة من أجل التخلص التدريجي من شئ اسمه نعم حقيقة أنا بقول الشيعة فائرون والنصارى ضائعون في لبنان الشيعة فائرون والنصارى ضائعون المسيحيين المساكين لقوا أنه من هم بالطاصة من هم يعني حيدوا قليلاً وأضعف موقفهم ليش؟ لأن الموقف الشيعي أصلح لإسرائيل من الموقف المسيحي المسيحي فالشيعة فائرون والنصارى ضائعون والسن نائمون والحكام متخاذلون ولا حوله ولا قوة إلا بلاه لكن أريد أن أقول ألم ألم تقولوا من قبل أن المعارضة لا تحتاج إلى الرجال وإنما تحتاج إلى السلاح طيب وين السلاح لما تقول أنه يحتاج إلى السلاح بدنا نشوف السلاح المكدس يذهب إلى هؤلاء أهل الخليج مهددون اليوم هل تعلم أنهم قالوا الطريق إلى إسرائيل تمر من الرياض صحيح وبكل تبجح صحيح وهم إذا انتهوا من موضوع القصير وانتهوا من موضوع سوريا سوف يلتفتون إلينا لأن تأخذهم العزة بالإثم الآن هذا الذي هذا الذي يحدث نشمط وهناك مخذلون مرجفون يحذرون من مقاومة هذا النظام المجرم بالله عليك هذا النظام القرمتي المجرم هل من شك في وجوب الجهاد ضده ماذا نخاف بعد ذلك اللهم استرعى بعد ذهاب القصير بالله عليكم ماذا نخاف اللهم استرعى ما الذي نخافه الوضع حقيقة يتطلب منه أن نقوم قيامة رجل واحد وأن نقف ضد هذا الحزب مش أنتو بتقولوا أنه أمريكا هذا الذي يظهر لنا الآن أنه أمريكا ضد حزب الله نعم ما صار شيء أو أنكم تشعرون في قرارة تعلمون في قرارة أنفسكم أن أمريكا ما حزب الله ولذلك لا تزالون خائفين نعم من اتخاذ أي إجراء عسكري واضح في دعم المعارضة السورية لماذا لماذا خلي أمريكا تنكشف وهي التي تقول حزب الله كذا وحزب الله كذا خليها تنكشف صحيح خلينا الآن نختبر أمريكا ونقول مش أنتو بتقولوا أنه حزب الله عدوكم وحزب الله كذا وإرهابي كذا يلا الآن حنمد حنمد المعارضة السورية ضد حزب الله لكن سوف يلقى ذلك معارضة نعم صحيح ومنع وهناك أنا بقول صراحة ولذلك ليسلحون الجيش الحر ولا يسلحون العلاقة بين الأمريكان وبين الخليج ظاهرها الصداقة وباطنها في عدوات وفي مشاكل نعم وفي تهديدات نعم بخلاف العلاقة بين أمريكا وطهران ظاهرها العداوة نعم وباطنها الصداقة وشعار الغرب معروف عدو عدوي صديقي صديقي وهذا منهجهم لكن على كل حال أنا أقول معد عندنا لا خلاص معد عندنا وقت أنا أقول أنا لا أزال متفائلا بالرغم من كل ما يحدث أنا أثق بالله سبحانه وتعالى أمن بالله أثق بالله عز وجل وكل ما يجري فيه خير بالزمان خوفناكم من حزب الله وقلنا لكم انتبهوا كذا كذا بطل مقاوم ولا يزال شبيح رافضي في الرياض يقول ينادي أهل الخليج هو شبيح خليجي سعودي في الرياض يتحدى ويقول قال لكم حسن نصر لا تجربونا تخسروا وقد حصل ما حصل حسب الله نعم الوكيد ولذلك بما تبقى من ثواني أقول حيكون معنا الحلقة الجاي إن شاء الله أخ شيخ فاضل معروف في علمه ومنهجيته ومواقفه ضد هذا الشبيح إن شاء الله كونوا معنا الأسبوع القادم إن شاء الله حيكون لقاء أنا وي إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إذن أحبة في الله وصلنا إلى نهاية حلقاتنا وقد بث شيخ فينا شيئا من الثقة وحسن الظن بما سيأتي نأمل بإذن الله أن تكون العيام القادمة تحمل في طياتها أخبارا صار للمسلمين في سوريا إلى اللقاء أخبارا صار للمسلمين وتنهى كل حمومي عليّ وينسد كل طريق لديّ وأرنو بليّي ألا من سبيح ويرتد طرفي حسيرا إليّ وتنهال كل همومي عليّ وينسد كل طريق لديّ وأرنو بليّي ألا من سبيح ويرتد طرفي حسيرا إليّ